Hebron Induced Thrombocytopenia H.I.T نقص الصفيحات الناتج من استخدام الهيبارين H.I.T هو عبارة عن اختلاط يحدث أثناء العلاج بالهيبارين وهو مضاد للتخثر ينجم عنه نقص في عدد الصفائح الدموية حيث يؤدي إلى تكون جلطات دموية غير سوية داخل الأوعية الدموية وزيادة خطورة تشكل الخفرات الوعائي ولهذا لاختلاط نمطان النمط الأول ويحدث فيه نقص متوسط في عدد الصفائح الدموية بشكل مبكر بعد بدء المعالجة بالهيبارين ومن النادر أن يصل هذا النقص إلى أقل من 100 ألف صفيحة في الميكرو لتر ويعود للارتفاع مجدداً مع الاستمرار بالمعالجة ليوم أو يومين ويعزى نقص الصفيحات في هذا النمط إلى التثبيت الذي يمارسه الهيبارين على الإنزيم الصفيحي المتواجد في الصفيحات الذي يؤدي تثبيته إلى زيادة في تجمع الصفيحات وتخريبها وبالتالي استهلاكها ونقص عددها وبالنسبة للنمط الثاني يحدث فيه نقص الصفيحات بعد 4 إلى 14 يوماً من التعرض الأول للعلاج بالهيبارين وتميز نقص الصفيحات بأنه صريح أقل من نصف عدد الصفيحات قبل العلاج بالهيبارين وقد يصل العدد إلى أقل من 80 ألف صفيحة في الميكرو لتر وبأنه حالة مهددة لحياة المريض وسبب هذا النقص ناجم عن رد مناعي على حقن الجسم بالهيبارين غير المجزأ حيث يشكل الجسم نتيجة له أضباداً مناعية تستهدف الهيبارين العلاج والأعراض يرتبط H.I.T. بمخاطر عالية من المباعفات الخفرية مثل الانصمام الرئوي احتشاء عضلة القلب السكتة الدماغية ميل قوي للتخثر الشرياني في الأطراف بالإضافة إلى التخثر الواردي العميق تجلط الأوعية الدموية الدقيقة الذي يمكن أن يؤدي إلى غرغرينة في الأطراف بتر الأطراف وتشمل المضاعفات الأخرى نخر الجلد في مواقع حقن الهيبارين وردود فعل شبيهة بالحساسية مثل الحمى انخفاض ضغط الدم ألم الصدر ضيق التنفس السكتة القلبية والتي قد تأتي عاقب جرعة واردية من الهيبارين طريقة التشخيص قد يتم الاشتباه في H.I.T. إذا أظهرت اختبارات الدم انخفاض عدد الصفائح الدموية لدى شخص يتلقى الهيبارين حتى لو تم إيقاف الهيبارين بالفعل أيضاً يتم عمل اختبار الأجسام المضادة للهيبارين P.F.4 وهذا يحدث عن طريق اختبار إيليزا وهو عبارة عن تقنية مناعية إنزيمية تمكن من الكشف عن التفاعل بين مولد المضاد والجسم المضاد عن طريق تفاعل لوني وأخيراً عند التأكد من الإصابة بنقص الصفائح الناتج عن استخدام الهيبارين فقد يوصى بمراقبة عدد الصفائح الدموية بشكل دوري وقد يكون علاج هذه المشكلة إيقاف استخدام الهيبارين واستبداله بمضاد تخثر دم آخر